وهكذا أصبحت أيقونة المنشآت الرياضية في العاصمة جاهزة ملعب ترابلس الدولي الذي أخذ شهورا طويلة لتجهيزه وإخراجه في حلة تليق بهذه اللعبة مع شوقة الجماهير الليبية كرة القدم جميع المرافق جاهزة غرف ملابس اللاعبين وحجرات الحكام والإدارة ودورات المياه والمدرجات ودكة البدلاء وكل ما يتعلق بملعب عصري يستعد لاستقبال المباريات الرسمية والودية ولا ينقصه سوى أن تعج تلك الكراسي بالجماهير والمشجعين خاصة أن الاتحاد الفرعي لكرة القدم ترابلس أعطى الضوء الأخضر لفرق المدينة بأن يستعملوا هذه الدرة الجديدة في جميع مواجهتهم ورغم أن الحظر على الملاعب الليبية ما زال قائما وكل مباريات فرقنا في الاستحقاقات الخارجية تقام في البلدان المجاورة بيد أن الأمل دائما موجود في عودة ليبيا لسالف عهدها واحتضان كل المسابقات والفعاليات الرياضية من جديد سواء كرة القدم أو بقية النشطات الأخرى محلية ودولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر